نرجو بعض إخواننا مما نزال شوي يحسبون على أنهم معارضين قال لك بيان مفتوح تمر الجزائر اليوم بوضع أسوأ من ذي قبل كما أن مؤشرات المستقبل على المدين القصير والمتوسط تبدو أعقد وأخطر وحقيقة أضاعت منظومة الحكم على البلاد فرصة التغيير السلس التاريخية التي منحتها ثورة الشعب السلمية منذ 22 فبراير 2019 واستمرت سياسة الكل الأمني في الدوس على إرادة الشعب فارضا الانسداد مرة أخرى بالقمع والتسلط وصانعا رئيسا آخرا على مقاس عبر ما يسمى انتخابات 12 ديسمبر 2019 على المقاس عبر ما يسمى بانتخابات 12 ديسمبر 2019 انتخابات كرست اللاشرعية وادخلت البلاد في أنفاق أخرى من اللاحكامة والوهم والارتجال والعبثية وبعد ما يقارب خمس سنوات هذا هو النظام أي القيادات العليا للقوات المسلحة بوصفها السلطة الفعلية وواجهتها المدنية يسعى لإنقاذ نفسه على حساب الجزائر والشعب على حساب الجزائر والشعب مكررا خطاياه الكبرى ومستنسخاً أسوأ ما فيه ولأجل ذلك قتل أبجاديات السياسة وأغلق الفضاء العام وصادر الحرية الأساسية الفردية والجماعية وقنن القمع والاعتقالات السياسية لقد أجهض ميلاد المجتمع المدني لقد أجهض ميلاد المجتمع المدني المستقل وكل أشكال الصلطة المضادة أحزاباً ونقابات حقيقية وإعلاماً مفتوحاً وعطل آليات الرقابة والمساءلة نهيك عن تحطيمه كل أطر الحوار والوساطة والتفاوض وحل النزاعات واختلاقه أعداء وهميين بسبب رأي مخالف أو موقف معارض لقد عاد ثورة الشعب السلمية بكل ما صنعته من وحدة وطنية وأمل وثقافة المواطنة في ظل الاختلاف والتعايش والتسامح والبناء الجماعي وجعل قيمها وقواع وفواعلها هدفاً لانتقامه وبالتخويف والتيئيس والفساد الرمزي والمادي يحاول تفكيك ما تبقى من معالم البناء الوضن الهادف إلى تجسيد حلم الدولة الديمقراطية الاجتماعية والتي تتعارض ومصالح الطغم التي وضعت يدها على ثروات البلاد وحولتها إلى ملكية خاصة إن هذه الأعطاب البنيوية المدمرة هي التي منعت إقلاع بلد قارة كالجزائر وجعلته في ذيل الترتيب عالمياً في معظم المجالات أما إقليمياً ودولياً وبسبب غياب أدنى رؤية براغماتية للرهانات والمآلات عزل النظام الجزائري عزل النظام الجزائري دبلوماسياً واقتصادياً وجيو أمنياً واختزل سياستها الخارجية وأدوارها الاستراتيجية الطبيعية في شعارات جوفاء مقدماً نفسه والبلاد ضحية لمؤامرات خارجية وتهديدات دائمة وحتى ذلك الدور الذي يسعى للعيبه أممياً في قضية الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة المحرقة فإنه وعكس أنظمة العالم أجمع منع الشعب الجزائري حقه في التظاهر والتضامن كما كان يفعله دوماً في مسيرات حراكه السلمي وأمام هذا التنع تعنت الرافض للحلول الجذرية والملموسة وتعليق التغيير السياسي والجاد بدورات انتخاباوية هزلية ومحسومة سلفاً يتحتم علينا جميعاً رسم معالم أخرى لصد المجهول الذي ينتظر الجزائر وشعبها إن اقتراع الرئاسة القادم سيكون إخفاقاً آخر على مدى سنوات وأخطر من سابقه ليس لأنه مجرد تزكية النظام لنفسه بزبائنه قديمه ومتجدده ولكن لأنه سيعمق الشروخ وسيعمل على تقسيم الشعب وفق أجندة استمرار النظام لا شرعية له ولا مشروع بأي ثمن وعليه فإن مسؤوليتنا التاريخية اليوم لا تتحصر لا تنحصر في رفض مهزلة انتخابات النظام الرئاسي القادم شكلاً ومضموناً بل تتعداه إلى بناء ميزان قوة شعبي سلمي بديل لحماية كياننا الجمعي شعباً ووطناً وفق الحقوق والحريات المكفولة دستورياً وفي الموافق والعهود الدولية التي أقرتها الجزائر منذ عقود وما زال حقيقة طويل شوية البيان اللي وقعوه مجموعة من إخواننا الأحرار داخل البلاد وهو توصيف أقل ما يقال عنها أنه توصيف دقيق وإن كان بكلمات مختصرة لحقيقة هذه العصابة ولمهازلها ولكوارثها ولخطاياها وليست أخطائها فقط واللي رهي مستمرة فيها بعقلية لا أريكم إلا ما أرى وبعقلية أنا ربكم الأعلى وبعقلية ليتحرك نعطيه وبعقلية رفض حجرة بيدي ولتحرك نعطيه وبعقلية العصى وبعقلية شنقريحة وجبار مهنة وناصر الجابان والشلة كاملة عقلية المجرمين والذباحين والسفاكين والسفاحين متاع التسعينات وما بعد التسعينات ما نروحوش بعيد بهذه العقليات ما نروحوش بعيد والشعب رأمان مفترق طريق حقيقي يعني مهوش لعب إما يأخذ أمره بيده وزمام أمره بيده ويواجه هذا العصابات كما تواجه الشعوب الحرة أو كل يوم يدفع كل يوم يهربوا بعض أبنائه بعضهم يغرق وبعضهم يوصل إسبانيا ولا التاليان ولا الفرنسا ولا أي مكان في أوروبا ولا يجد فينام على الأراضي وتحت ليبون ويطلب ولا يسرق ولا تارك وطن ويغرق وآخرين يغرقون في المخدرات لأنها هي المشروع الحقيقي التي تعالي عصابة تجارة المخدرات هي أكبر تجارة اليوم في البلاد في كل مكان في كل حارة في كل حي في كل شارع في كل زاوية في كل قنت تنتشر المخدرات بلا حدود البلاد عمليا رك في كوريا الشمالية في المخدرات رك في المكسيكو في كولومبيا أو أكثر لماذا؟ لأن حاميها حرميها لأن المشرفين على أمن البلاد وعلى حدود البلاد هم كبار تجار بشهادة بعضهم البعض على بعضهم البعض الوضع خطير لا الشاب بسلكت لا الراجل لا المرأة لا الشيخ لا العجوز لا الطفل لا الكبير لا الصغير الانتحار يمتد الآن للأطفال أطفال ينتحرون من مرارة العيش شباب في زهو العمر يفقدون عقولهم يصبحون مجنين نساء ورجال آخرين يفرون بأسرهم كاملة في البابور في البوطي آخرون يلتجئون إلى السرقة والنهب وخطع طرق ولا أمن والناس اللي يجي يتحرك ولا يقول كلمة حقي خاف يقولك يدقوني نسمع فيه واحد شيخ قبل أربع يام ولا خمس أيام يحكي من غريزان قال له واش تدير قال له جيتني تقول حاجة ولا يجي يدقك ما كانش الأمن الأمن كان يأمن العصابات أمن المستوطنات التعكله بديبان وما جورها وما شابهها هذو كله عندهم الأمن وعندهم البراجات وعندهم الحراس وعندهم الانترنت باطل والكهرباء باطل والماء باطل والبيسينات وعندهم كل شي في مواجهة شعب يعزلوه يحاصروه بعضهم لا يجد الدوا بعضهم لا يجد الأكل بعضهم لا يجد الماء لماذا لماذا هذا الذل لماذا القبول بهذا الذل وهذا الإدلال يجب على الشعب عندما يصل هذا الحد فالثورة تصبح واجب الثورة على الطغيان على الاستبداد على الظلم تصبح واجب تصبح واجب خاصة اللي هما داخل البلاد لأنهم هما اللي يعانوا هذه المعاناة المريرة حياة كريمة أو موت إذا لازم الأمر لكن الموت يعزع ليس بذل وإذلال وما زال يدير لك منتخابات ومهزلة ويأتي ويقول لك انتخابات ويأتي الناس ويأتي إلى الأحزاب ويأتي إلى الفرامجية ويأتي ويأتي ما زال كم هذه العصابات ألف ألفين يحرصوهم خمسين ألف مئة ألف مئتين ألف مليون شعب جزائري لداخ ربعين مليون ما هذا الذل ما هذا الذل ليتوصل ما تقدرش تقسل فيه جلدك ما تقدرش تتوضى فيه ما هذا الذل ليقطع عليك الكهرباء متى شاء هو فتح لديسكوتاك وفتح لدونسينغ وفتح وصار في الكهرباء في كل مكان وكثير باطل ما هذا الذل موسيقى